بعد سماع هذه الكلمات من تتبع يعني يعوزين الوقت بصراحة محتاجين الأبدية نتكلم عن شخصية يسوع المسيح مثل ما ذكرت في البداية لو حبينا نتكلم عن الميلاد العذراوي لا يوجد أي شخص في هذا الوجود ولد من عذراء من الروح القدس البعض بيعترد بقوله طب آدم وحواء طمه آدم آدم مخلوق وحواء مصنوعة من ضلع آدم بس المسيح مش مخلوق احنا في قانون الإيمان المسيحي نقول مولود غير مخلوق مساون الآب في الجوهر أو واحد مع الآب في الجوهر يعني اختار أن يكون في أحشاء القديسة مريم وبعدين هذا ما نسميه الميلاد العذراوي بدون أي رجل إذا تكلمنا عن حياته الخالي من الخطيئة طب خليني أسألك تتبع الناقص ولا بتتبع الكامل بتتبع اللي قام من الأموات وهذا من الموت الحي إلى أبد الأبدين ولا بتتبع شخص مية قبره موجود إلى يومنا هذا بتتبع شخص لم يخطئ يعني لم يعرف خطيئة كامل كامل الأوصاف كامل بكل معنى الكلمة ولا بتتبع شخص ناقص بتتبع شخص بيتكلم كلامه بيتحقق ولا بتتبع شخص متردد بغير فكره ما عندهش القوة بيتراجع بيتقهقر بيسب بلعن بهاجم إلى آخره ولا بتتبع يسوع حازم حاسم كل المواقف واحد بالنسبة له ما فيش إشي يعني بيخده بشكل فجاء طيب بتتبع شخص تمت فيه أكثر من 300 نبوة طب ما هو إذا بالحساب بقوله عشان تتم أكم نبوة في شخص بتحتاج مليارات مليارات من الأصفار حتى تتم بواحد فما بالك 300 نبوة طب هذا مش دليل كافي إنه المسيح متميز المسيح فريد بتتبع شخص اللي تجسد لكن الغرض من التجسد مكتوب عنه ولد ليموت طب ما بتقوله كل أحد بدي موت لا 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 كان ممكن يتجسد وممكن يظهر عظمي وكل العالم تآمن فيه لا ولد حتى يدفع ثمن خطيئة الإنسان هو نفسه صار بديل عنك وعني كفارة حتى يغطي خطيئتك وخطيئتي وهون اجتمعت يعني في شخص واحد العدالة الإلهية والرحمة الإلهية القداسة الإلهية والمحبة الإلهية عارف اجتمعت في يسوع المسيح اللي صار فيه توازن في الصفات الإلهية فالله يحب الإنسان والإنسان خاطئ الله عادل يريد أن يدين الخطيئة لكنه محب ما العمل فالمسيح حل المعضلة تجسد وأخذ إنسان إنسان كامل بلا خطيئة حتى يكون كفارة حتى تكون موته على الصليب بدلية لكل البشرية حتى يحررنا ويبررنا ويعطينا الحياء الأبدية هذا ما فعله يسوع المسيح مين يعني هاي الفكرة الخلاص مبادرة إلي هاي طب ما اتعبنا وإحنا نقرأ في العهد القديم والنموس والشريعة ينبغي أن تفعل كذا ولازم تكون كامل ولازم تعمل الصلاح يا للمفاجأ ولا واحد كامل ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد طب والحل النفس التي تخطئ تموت أجرة الخطيئة موت يا لهوي كل ياتنا عجهنم معناته فأنا بدي أشكر يسوع المسيح كل الأبدية وكل الحياة أنه اختار يتجسد حتى يموت على الصليب من أجلك ومن أجلي لكنه المنتصر الحي قام من الأموات وهزم الموت وإعطانا يقين الحياة الأبدية والرجاء أن الحياة انعشنا وانموتنا شيء واحد خلاص بتغمض عين أنت في الأبدية مع الرب يسوع المسيح أحبائي هذا الشخص اللي قدم المثال الكامل والخلاص الكامل هذا ما يعجبني في شخصه المبارك شمية كلمات ومتناقضات وأمور كثيرة لا بتجيب ولا بتدر ولا بتنقص ولا بتعمل أي شيء المسيح اللي بغير ويستطيع أن يكتب اسمك في سفر الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر